من يشتري نفطا نفط للبي هكذا وصل الحال بالعراق يصيح في أسواق العالم لبيع نفطه بعد انهيار أسعار النفط عالميا ضمن تداعيات انتشار وباء كورونا الذي يغزو العالم وجعل القوى العظمى في حيرة من أمرها أمامه في وقت يعتمد فيه العراق على مورد وحيد لدفع رواتب الموظفين وسداد النفقات العامة ألا وهو النفط بعد الدمار الكبير الذي لحق بباقي القطاعات الأخرى السياحية والزراعية والصناعية عقب احتلال عراق عام 2003 وكارت بلاتس أب العالمية انكشفت في تقرير لها أن صادرات النفط العراقي هبطت إلى النصف مقارنة بشهر شباط الماضي بعد الانهيار الحاد في أسواق النفط العالمية خلال شهر أذار المنصر وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية إذ أوضحت أن عائدات النفط هبطت إلى أقل من ثلاثة مليارات دولار أي نصف واردات شهر شباط الوزارة أكدت أن هبوط الواردات إلى النصف كان بسبب هبوط السعر البرميل من 51 دولار إلى 28 دولار فقط في الأسواق العالمية بعد تفشي فيروس كورونا وهو مؤشر حدده الخبراء وحذروا من استمرار تراجع الواردات إلى الحد الذي يصبح العراق فيه غير قادرا على دفع رواتي بموظفي القطاع العام وهو ما قد يخلق للطرابات الداخلية في العراق وتكمن الكارثة في اعتماد العراق على عوائد النفط في 90% من نفقات ميزانيته العامة وهو ما دفع الحكومة إلى اللجوء لخيارات تقلص النفقات والحفاظ على احتياط البلاد من العملات الأجنبية التي بدأت تتسرف في ظل الفوض السياسي العارمة التي تجتاح البلد وزير الإسكان بنكيني بريفكاني من جهته حذر من عدم قدرة العراق على بيع نفطه في أسواق العالم نتيجة التدهور لاقتصادي العالمي واعتبر أن المخاوف الحقيقية تكمن في عدم وجود مشتر للنفط العراقي وهو ما حذر منه الخبراء والمراقبون ما يجعل العراقيين يواجهون خطر الجوع والكارثة الاقتصادية القادمة في وقت يحاصرهم بارس كورونا من كل حدب وصوب وسط فوضى سياسية عارمة ومصير مجهول